ترقيم orčin اهلا بكم عزيزة طالبة طلبات التعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات التعليم الفني وساعة جديدة مخصصة لطالبة التعليم الصناعي النهاردة حلقتنا مخصصة طالبة الصف الاول تخصص نسيج ونЕТكلم عن مادة من المواد التخصية مادة التراقيم يمكن في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن تراقيم من تراقيم الوزن الثابت النهاردة نستكمل الجزء الخاص بتراقيم الوزن السابت لكن تعالى نتكلم عن تراقيم الوزن السابت ونقول أنه من ضمن التراقيم البسيطة السهلة سهلة في قوانين بتاعتها سهلة في حساباتها زي ما قلنا المرة اللي فاتت قلنا لازم يكون عندي حاجة مهمة جدا وهي إزاي أن أنا أحول ما بين الأوزان وما بين الأطوال ليه؟ لأن أنا عندي قانون هاخده والقانون ده وتشغل معايا لغاية سنة 3 في الدبلوم الثلاث سنين لغاية سنة 5 في الدبلوم الخمس سنين فبالتالي أنا محتاج أكون فاهم وعارف كويس جدا القانون ده وعارف أستنبطه الاستنبط ده حاجة مهمة جدا ممكن هنراجع قبل ما نبدأ الجزء الخاص بنا إزاي أستنبط القانون بتاعي عشان ده برضو زي ما قلنا من الأجزاء المهمة لو سبتنا على طريقة استنبط القانون ما فيش أي مسألة تراقيم أو أي مسألة تخطيط في السنين الجاية هتكون عاملة مشكلة معك طيب الهدف من الموضوع إيه من الأساس يعني؟ الهدف من الموضوع إن يكون عندي رقم للفتلة أنا بستعمل فتل فبالتالي بتخصصي تخصص نسيج في تخصصات تانية بتستعمل برضو الفتلة زي تخصص الملابس زي تخصص التريج وزي تخصص الغازل تخصصات دي برضو بتدرس الجزء الخاص بتراقيم الخيوط بس مش بالتفصيل زي ما بيدرسوا الغازل والنسيج فبالتالي تقدر التخصصات التانية برضو اتبعنا في الجزئية دي عشان يقدر يفهم إزاي بيتم استنباط القانون ده نمرة واحد وكمان يقدر يفهم يعني إيه نمرة خيط ده رقم اتنين أول حاجة هنتكلم عن يعني إيه نمرة خيط نمرة خيط بالزبط هي مقاس لسمك الفتلة طب أنا بحدده ليه أو أنا عايز أعرفه ليه عايز أعرفه عشان لما أنا أروح كمصنع نسيج أو أي حد شغال في مجال النسيج ويقرأ بيانات موجودة على بكرت خيط يفهم البيانات دي شكلها إيه إيه بفهم الوضع إيه فبالتالي أنا مثلا يعني لو أنا عندي مصنع نسيج وعايز أحضر كمية خيوط سدة وكمية خيوط لحمة لأي سابتاعتي فبالتالي لما هروح للمغزن المغزن ملوش في أي حاجة خالص غير أنت بتقوله أنا عايز نمرة كذا كم كيلو جرام فأنت عارف الطول اللي أنت عايزه ومقدر الوزن اللي أنت عايزه وعارف التخانة اللي أنت عاوزها فبالتالي بترجم كل الكلام ده في وزن لنمرة أنا عايز عشرة كيلو من خيط نمرة 30 فهيديك العشرة كيلو دول عبارة عن كنات خيط مزوي مثلا لو أنت عايزه مزوي من خيط نمرة 30 هو بيشوفه الرجل بتاع المغزن بيشوف الكونة مكتوب عليها رقم 30 إيه بقى اللي جوة الكونة دي هو ما يعرفش الحتة التانية دي أني فيه تخانة وفيه رفع وفيه كلام فاضي من اللي إحنا بنتكلم فيه لكن هو فاهم أن الكونة دي نسمعها نمرة 30 وموجودة في المغزن في الجنب بتاع نمرة 30 مزوية آه مزوية أو برضو يقدر يعرف دي لأنه بكتب له مثلا خيط ممشط مزوي من خيطين نمرة 30 هو عارف دي لكن عارف جات إزاي لأ طب انت بقى اللي عارف بتيجي إزاي فبالتالي لما تيجي تحضر كمية خيط لنسيج معين مثلا هتنسج قماشة بمواصفات معينة فأنت عارف ان انت عايز خيط نمرة 30 للس ده مزوي من خيطين وخيط نمرة 24 اللحمة مفرد فانت هتقول للمغزن انا عايز 10 كيلو من الخيط نمرة 30 المزوي وعايز 5 كيلو من خيط نمرة 24 المفرد فهيطلع لك الكميات انت هتروح تفردها عندك بطريقة التحضير بتاعتنا والغاية لما توصل لنهاية توصل للمكنة وتقوم بعملية النسيج بتاعتك في النهاية هتنتج لك تبقى ماش بالطول المطلوب بالمواصفات المطلوبة طب انت عملت الكلام ده ازاي لما روحت تجيب الخط بتاعك جبته بطريقة علمية عشان اعرف الطريقة العلمية دي لازم اعرف ازاي احسب النمر والاوزان والاطوال طب انا عندي كم طريقة للحسابات دي انا عندي اكتر من طريقة اشهرهم طريقتين اللي هم واخدين جزء بجير من منهجنا اللي هي طريقة الوزن السابت وطريقة الطول السابت احنا مازلنا في الجزء بتاعي الوزن السابت طب الوزن السابت ده في ايه في القطن وما يغزل على طريقته في الكتان وفي كمان الصوف والصوف عندي بينقسم لنوعين ورستد وويلن يبقى انا عندي مجموعة من التراقيم اللي انا بشتغل عليها طيب نجي نعدهم بقى مرة تانية قطن وما يغزل على طريقته الفبران والحرير الطبيعي المغزول التلاتة دول ليهم رقم ثابت وبيتغزلوا بنفس الطريقة ولو قلنا القطن القطن ده نباتية طيب والحرير طبيعي المغزول والحرير الصناعي الاتنين دول ايه وضعهم في المكان ده ما احنا عارفين ان دي لها طول كبير جدا وليها سمك ما حدش بيقدر يعدل فيه ليه كمان تراقيم مخصوص هناخده قدام شوية بس هنا في مشكلة بقى تانية هو ليه بيتغزل على طريقة القطن مع انه هو مفروض يكون بطول معين بطول سليم انا مفروض عندي طول شعرة القطن يعني اكبرها اقصح اقصى طول شعرة ممكن مثلا يوصل لحوالي حوالي 12 سنتي او 10 سنتي ده طويل التيلة كمان اللي هو الدرجة الاولى منه فتخيل انت عندك الطول ده وكمان بتكلم عن حرير طبيعي الاول هنكلم عن حرير طبيعي بس لسه ما تكلمنيش عن يعني ايه مغزول حرير طبيعي وحرير صناعي اطولهم بيتعدل ارقام كبيرة بالالف متر واكتر فبالتالي الشعرة دي غير دي اما الازاه يتغزل على طريقته فيه توالف بتطلع من الحرير الطبيعي وفيه توالف بتطلع من الحرير الصناعي التوالف الحرير الصناعي دي بتتغزل بطريقة القطن توالف الحرير الطبيعي بتتغزل برضو بطريقة القطن فبالتالي اخدت نفس تركيم القطن يبقى الحرير الطبيعي المغزول الحرير الصناعي او الفبران الاتنين دول بيتغزلوا على طريقة القط ليه؟ لأنه هم التوالف للخيوط الأصلية خلنخلي دول كده على جام نرجع بقى للكتان الشعارته طويلة أصلا في الأساس لأنه عبارة عن عود يشبي عود القصب بيتعمل له عمليات طبعا نواخدنا في الخامات عشان أوصل للشعارات الموجودة عندي الشعارات دي طويلة فبالتالي ليها كمان ترقيم مخصوص لوحدها وترقيمها هنقول السبب بتعود الوقتي برضو صوف الوريستد وصوف الويلين صوف الوريستد هو بالنسبة لنا لو قلنا درجات صوف الوريستد هو الدرجة الأولى بالنسبة لي طبعا هو ليوم وصفات لويش شغلانة تانية موجودة في الخامات لكن خلينا نفرق ما بينهم الأفضل أحسنهم الوريستد رقم اتنين بياليه الويلين الصوفين دول كل صوف منهم ليه ترقيم لوحده طب وهي الترقيم دي كلها لما جي بقى أصب بالكلام ده على قانون وعلى تحولات احنا خدنا التحولات ونقدر كمان وإحنا شغالين في المسائل ان شاء الله نبدأ نرجعها بس تعالى بقى على مجموعة الترقيم دي كلها اللي احنا قلنا أسميها قط حرطبيعي مغزول فبران كتان ووريستد ويلين ست ترقيم هل الست ترقيم دول كل واحدة لها قانون مختلف لا المفاجأة ان كل ست ترقيم دول بيتحلوا بنفس طريقة القانونية الأولاني مع اختلاف الطول الشلة في كل قانون منهم طب تعالى بقى نرجع تاني نفسر القانون عشان نبقى فاهمين يعني ايه بحسب الترقيم الانجليزي أول حاجة طبعا القانون بتاعي بيبدأ من جزئية مهمة جدا إزاي أعرف حساب النمر النمر عبارة عن ايه النمر دي عبارة عن مجموعة خيوط التفسير نفسه بتاع القانون بتاعي هي مجموعة شلل موجودة في وزن معين الوزن دي أنا سبته رطل إذا جبت عشر شلل وحطتهم في الرطل ده أو وزنتهم تلعوا رطل يبقى الخطة نمرت عشرة إذا جبت عشرين شلل وحطتهم ووزنتهم ولقيتهم وزنهم اتنين رطل يبقى الخطة نمرت عشرة برضو طب لو جمت تلاتين شلة ورحت وزنتهم ولعتهم تلاتة رطل يبقى الخد ده نمرت عشرة برضو طب ايه اللي عملته في الاولى اللي عملته في الاولى ان انا جبت الوزن الاساسي بتاعي سبتته رطل وجبت الشلل وحطتها لقيت العشر شلل جابوا الرطل بتاعي فاصبح ان هو التركين بتاعي بيقول ايه هو عدد الشلل التي تزن رطل واحد جبت عشر شلل بتلع وزنهم رطل باخت نمرت عشر جبت عشرين شلة خد بالك بقى عشان انا هختلف معك في الحتة دي وهلخبطك بالجزء اللي انا قلته في الاول من تاني عشر شلل رحت وزنتهم لقيتهم رطل واحد بس الخد ده نمرت عشرة طب جبت عشرين شلة ورحت وزنتهم تلعوا برضو رطل واحد يبقى الخد ده نمرت عشرين طب جبت تلاتين شلة وجيت اوزنهم لقيتهم برضو رطل واحد يبقى الخد ده نمرت تلاتين مادم أنا بجيب الشيلة لو راح أوزنها ولقاها بتجيب الرطل بتاعي بقى الرقم اللي طالع ده هو النمرة صعبة دي طيب هي بتختلف من خامة لتانية وده هنفهمه احنا بنحط السواب بس طبعا مادم هو مديني شلة فهو عارف ان طولها بيناسب الخامة دي فما عندش مشكلة في الحتة دي تعال بقى الحتة التانية بقى اللي هي الاهم انا دلوقتي جبت عشر شيلة لو راح توزنهم طلع وزنهم كام رطل واحد طب جبت عشرين شلة حطتهم لقيتهم وزنهم اتنين رطل مزال المرة اللي فاتت طب جبت تلاتين شلة وروحت حطتهم لقيتهم وزنهم تلاتة رطل في الاولى كان نمرة عشرة اللي هي وزنها عشر شيلة لو وزنهم رطل فهو نمرة عشرة في التانية لما حطت عشرين شلة ولقيت وزنهم اتنين رطل الخط برضو ما زال نمرة عشرة في التالتة لما جبت تلاتين شلة وحطتهم ولقيت وزنهم تلاتة رطل برضو الخيط مازال نمريته عشرة طب ايه ده ايه علاقة التلاتة رطل بالتلاتين شلل اللي كانوا موجودين اللي في النهاية طلعوا لي برضو عشرة رطل العلاقة في قانون صغير جدا بيقول لي ايه النمرة بتساوي عدد الشلل على الوزن بالرطل وده اهم جزء عندنا وده اللي هنبدأ نكتبه اول حاجة معايا عشان اأكد على القانون يبقى هنا عندي النمرة الانجليزية عموما بتساوي ادي النمرة بتساوي شرطة الكسر بتاعتي عدد الشلل عدد هنكتبها بخط رفيع عدد الشلل على وزن رطل ده الكلام بتاعي اللي انا باتكلم فيه يبقى هنا عندي عدد شلل على وزن بالرطل طب عدد الشلل دي لما كان عندي تلاتين شلة وزنهم تلاتة رطل قلت بتساوي هتساوي معايا ايه تلاتة تلاتين على التلاتة هتساوي عشرة ايه عشرة لو كان قطن هكتب جنبها قطن لو كان وستد هكتب جنبها وستد اي ان كان هنا مش محدد نوع الخامة لانا اشغال عليها فبالتالي هنا بنقول ان النمرة بتساوي عدد الشلل على الوزن بالرطل كان خط قطن ماشي كان خط كتن ماشي كان خط ورستد ماشي. ايا كان نوع الخامة اللي انا شغال عليها. طب ده اول حاجة عندي اللي احنا هنتكلم فيها طب تعالي بقى نقول ان النمر اساسا النمرة هنكتبها تاني مرة تانية. عدد شلل على وزن رطل. تمام كده? انا عندي عدد الشلل دي. ليها فكة? لان اقدر افكها. كلمة عدد الشلل دي لوحدها مثلا لو انا عندي تلاتين شلة عشرين شلة او اه ده الكلام ده لو هو ايه شلل مقفول عندي او معارف ان هي اطولها ايه او اوزنها ايه فبالتالي انا فهم الخامة بتاعتي ايه. لكن هنا تعالي بقى لما تكون عندي هنا شلة بالشكل ده انا مش عارف هي قطن ولا كتان ولا ولا انا طبعا هكون عارفها وفهمها لان هيكون عندي اطوال مش عدد شلل. لو اداني اطوال مثلا قال لي عندك تلاتين الف يارضة. تلاتين الف يارضة دول دول طول عندي انا عايز احول التلاتين الف يارضة دول لشلل. احولهم ازاي لشلل? احول ازاي لشلل? هقول التلاتين الف دول او الطول باليارضة ده طبعا نستنبطل الجزئة اللي احنا معنا دي هنقول لي طول باليارضة على طول شلة طول باليارضة على طول شلة الكلام ده هيديني ايه هيديني عدد الشلل عدد شلل يبقى ازا كلمة عدد الشلل دي بتساوي ايه طول باليارضة على طول الشلة معنى كده ان الكلام ده اقدر اشيله وحط مكانه الكلام ده هنروح رفعين الكلام ده هنا مكان ده كده عشان نطلع القانون الجديد اللي احنا بنشتغل به طيب تعالى بقى نكتب بقى القانون بالشكل الجديد القانون بالشكل الجديد هيقول ايه هيقول لي النمرة بتساوي طول باليارضة على وزن رطل في طول الشلة اللي احنا بنسميه سابت بنقول لكم عليه سابت بس هو اساسا اسمه طول الشلة طول الشلة ده بيتحدد حسب نوع الخامة لو كان تمنمية واربعين فهو قطن لو كان تلتمية فهو كتان لو كان خمسمية وستين فهو ورستد لو كان متين ستة وخمسين فهو ولن تمام طيب دول الاربع ارقام اللي عندي طب هنا احنا جينا في القطن هنا قولنا وما يغزل على طريقته ما يغزل على طريقته عندي ايه حالي طبيعي مغزول والفبران دول مجموعة التراقيم اللي بيشتغلوا معايا فين بنفس السابت بتاع الايه بتاع القطن بتاعي تمام كده ده بالنسبة لمجموعة التراقيم وبالنسبة للقانون خلي بالك احنا كده الوقت شغالين على اني قانون على القانون ده هو ده اللي هنشتغل على المسائل بتاعتنا ولازم نبقى فاهمين ونبقى عارفين نتعامل معاه ازاي طب انا عشان اشتغل القانون دوت لازم يكون عندي مسألة او عندي نوعين من المسائل النوع الاول من المسائل خد بالك لو قال لي احسب نمرض خط قطن مكون من مثلا اربعين شلة وازن اتنين رطل يبا هو خلاص اداك مدام في عدد شلل يبقى لازم استعمل القانون الاولين اللي هو ايه عدد شلل على الوزن بالرطل مدام فيه شلل وفيه وزن يبقى قول ايه القانون الاولين اللي هو عدد الشلل على الوزن ايه بالرطل طيب لو لقيت كلمة طول باليارضة جوه المسألة يبقى انت كده بتتكلم عن القانون الكبير اللي هو استنبطناه من القانون الصغير اللي هو بيقول لي ايه النمرضة بتساوي طول باليارضة على الوزن بالرطل في طول الشلة او السابت تمام طب ده بيتحدد على حسب نوع الخامة انا عارف الخامة القطن تسبب تاعة 840 لو المسألة فيها الفبران يبقى 840 لو المسألة فيها حرر طبيعي مغزول برضو 840 لو كانت ورستد 560 لو كانت ويلين 256 لو كانت كتان 300 احفظ الارقام دي عشان دي مهمة ودي اللي هتتقدر تحللك اي مسألة من سنة اولى لسنة تالتة او لسنة خمسة فبالتالي الجزء ده مهم جدا بالنسبة للقانون فبيجي يقول لي ايه بقى لو جي عنده مسألة احنا قلنا كده عندنا كم نعم المسائل عندي شكلين من المسائل الشكل الاولاني كلمة شلة تكون جوه المسألة الشكل التاني فيه طول باليرضة جوه المسألة طب وهنا هتفضل حساباتي على طول نمر ولا هتفضل حساباتي على طول اطوال ولا اوزان حساباتك هتكون مختلفة حتى الامتحان بيجي بالشكل ده الامتحان نفسه هتلقى فيه مسألة بتتكلم عن الطول مسألة بتتكلم عن الوزن مسألة بتتكلم عن النمرة وبما ان انت في وقت الامتحانة تكون خطة اكتر من ترقيم فبالتالي مجموعة المسائل اللي عندك هيكون حجمها زاد وبعدين في مسائل كمان لذيذة يقولك ايه ايه هما ادخن ايه هما ارفع رتب تصعوديا رتب تنازليا النمر طب انا هعرف النمر والتخانات دي ازاي انا كله عارفوا قانون لكن انت فاهم يعني ايه انت بتحسب القانون ده على اساس ايه هقولك على اساس ايه دلوقتي انا عندي الام زي كده الالم ده سميك انا شايف ان هو سميك قدامي تمام كده طب السمك بتاع الالم ده لو جبت الام تاني جنبي هيكون ارفع منه شوية هو انا شايفه رفيع لو جبت هنا الالمين جنب بعض وعرضتهم كده ليك هتلاحظ ان فيه في التخانات التخانات دي بتفرق معاك انت كخط اقولك اه فعلا تفرق معاك كخط لو انت عندك سدة مشدودة على مكانة وفطلة اطعت حصل اطعف فتلة يعني الموضوع مش تراقيم بس الموضوع مش حساب سخنات بس ده الموضوع كمان تخيله على المنتج اللي انت تحطه على المكانة هل يطره يبقى مزبوط هل يطره يبقى فيه مشكلة في الشكل النسيج هقولك الحتة دي بتمشي ازاي انا عندك عملت تزدية للمكانة بتاعتك وحطت عليها خط سدة نمرت اتنين وتلاتين اطعت فتلة وانت شغال فجدت وصلها فروحتي جبت خط نمرت ربعين ارفع خلي بالك انا ما بكبر برفع عكس التراقيم اللي هيكون بعد كده كل ما الرقم بيكبر الفتلة بترفع فانت جبت فتلة ارفع من الفتلة الاصلية وجدت وصلتها في المسافة اللي كانت مقطوعة فيها الفتلة الاصلية وقمت بعمل النسيج عارف مكان الفتلة الرفيعة ده هيحصل ايه هيحصل زي شرخ لو انت رفعت القماشة في اي ضوء هتحس ان انت شايف من مكان الفتلة دي الجزء الخلفي وبقيت القماشة في الجزء ده غير منتظمة عشان فتلة واحدة تغيرت وتغيرت بسمك اقل طب تعلمها لو انت عملتها بسمك ادخن هتسد الفراغ اللي احنا بنتكلم فيه وهتتسد مش هتشوف حاجة من القماشة من الوجه للدهر بس هتحصل مشكلة تانية عارف هي ايه؟ لو ماشيت ايدك على القماشة هتلقى فيه بروز في المكان اللي انت وصلت فيه الفتلة السميكة طب انا عشان ما اعملش الكلام ده اعمل ايه؟ هجيب فتلة من نفس نمرة الفتلة اللي اتقطعك طب هعرفها ازاي؟ فيه مواصف مكتوبة جنبك على المكنة عشان تقولك ان الخط اللي شغال ايه؟ طيب مفيش مواصفة والمكنة الالكتروني هتلاقي فيه وحدة الكمبيوتر بتاعتك عندك كزا مكان تقدر تجيب منه ايه؟ النمرة اللي موجودة عندك على المكنة وفيه الطبيعي عشان برضو العامل يبقى واقف ما يعملش ما تحصلش مشكلة بيبقى فيه مجموعة خيوط وصل موجودة على ايه؟ جنب المكنة عشان لو حصل اي قطع بشتغل على طول ما قطلش نفسي طبعا فيه طرق كتيرة جدا بيستخدمها العمال في داخل المصانع عشان يراعق الجزئية دي بس خلينا نقول ان ده برضو جزء من الاجزاء البسيطة اللي بستخدم فيها النمرة مش ان انا بحضر مواصفة بس لقد انا كمان عايز اعرف هو اي نمرة اللي شغالة عندي اسناء التنفيذ عشان خاطر لما اجي اغيرها حصل قطع وجيت اشتغل باي فتلة اوصلها اوصل بفتلة نفس النمرة ما روحش اجيب نمرة تانية طبعا فيه طرق جدير اصلا بعرفها عشان اعرف النمرة مسلا بعد التعاود ان شاء الله ومنوصل كده في مادة فحص وتحليل ان شاء الله في السنة الجاية هتلقى نفسك بتبدأ تعرف النمر بالنظر بس النظر برضو مش كفاية في الحتة دي لازم يكون دقيق اكتر في جزء دي لكن عندنا برضو ازا اعرف بالنظر ازا اعرف بالوزن ازا اعرف بطرق مختلفة عشان اساهل عليك وانت في قلب المصنع بتاعك تقدر تنفذ او الامر اللي معاك بدون ما تحصل مشكلة مع الانتاج احنا اللي يهمنا في الاول وفي الاخر ايه الانتاج يكون عالي الجودة عشان تصاحب المصنع يقدر يسوقه فبالتالي احنا كل اللي من يتعلمه ده بنتعلمه عشان لما نجي نقف مصنع نقدر نطلع منتج عالي الجودة طب تعالي بقى نكمل المسائل ونقول انا عندي مثلا مجموعة مسائل اه بشتغل عليها وبيقول لي مثلا ايه تعالوا كده نكتب المسائلة دي وهيقول لي احسب النمرة هدي احسب نمرة خير قطن مكون من هنقول مثلا كم شلة هنقول مثلا ستين شلة ويزن هنقول تلاتة رطل المسألة مباشرة ما فيش اي مشكلة انا هنا عايز نمرة احنا خدنا من شوية قلنا النمرة بتساوي ايه النمرة بتساوي لازم اكتب القانون في حل المسائل بالنسبالي وخصوصا في الامتحان شم باخد عليه درجات النمرة بتساوي عدد شلل انا هنا شغال شلة هنا مكون من ستين شلة تمام يبقى عدد شلل عدد شلل على وزن رطل هتساوي عدد شلل عندي ستين على الوزن بالرطل تلاتة ستين على التلاتة معروف ان فيها كام الستين فيها المقسمة على التلاتة هتطلع على طول عشرين عشرين ايه؟ عشرين في الحالة دي انا بتكلم عن خط قطن هكتب عليها عشرين قطن وفيه هتلاقي في الكتاب كاتب هنك ده برضو طريقة للايه؟ لكتابة النمرة لكن لو كتبت قطن شغال لو كتبت هنك زي ما الكتاب برضو موجود فيه برضو شغال طبعا هي مسميات آآ زي ما نقول كده آآ سوقية اللي هي بتاعت السوق فبالتالي احنا بنحاول بقدر امكان نلتزم بمسميات السوق فهنا في المسألة دي هو اداني عدد شلل وادادني وزن بالرطل استعملت بقانون رقم واحد قانون رقم واحد بيقول لي عدد الشلل على الوزن بالرطل جبت عدد الشلل حطتها فوق وبعدين جبت الوزن بالرطل حطته تحت والمسألة كانت مباشرة وقدرت احلها على طول وجبتها عشرين ان شاء الله طب امتى المسألة ما تكونش مباشرة؟ لو قال لي اطوال واوزان تعالى بقى هنا في مشكلة تانية في الاطوال والاوزان وهي الحسابات انا ممكن تيجي عندي مسائل ايه؟ مسائل مباشرة المسائل المباشرة دي بيكون فيها اه الاطوال باليرضة والاوزان بالرطل ومش متحكي حاجة تانية بقى بس يعرفني نقل خامة عندي ايه فتعالى كده نشوف مسألة تانية من المسائل دي ونقول انا عندي هنا مثلا خيط يزن خيط يزن تمام؟ هدي يزن هنقول مسلا يزن خلينا مباشر برد زي ما احنا عشرة رطل طوله ستة لاف يرضى تمام كده؟ والخط ده اساسا هنقول لان هو خط قطن مسلا او خط ورسد او خط ولن ايا كان موضوع الشلل هنا هكون محتاج وهيكون حابب ان انا اعرف رقم السابق بتاعي فبالتالي لازم هنا احدد لي الخيط فبالتالي ممكن اقول لي خيط قطن يزن فبالتالي في المنطقة دي لازم يقاب عندي ايه؟ عندي نوع الخيط وهنا هكتبه قطن غير المسائل اللي فاتت ما كانش شرط يقول لي الخامة بس هو كل اللي يقولهولي كان بيقول لي الا اعدد الشلل والوزن بتاعي الرطل في المسائلة دي انا محتاج بقانون رقم اتنين قانون رقم اتنين بيقول لي ايه؟ النمرة بتساوي طول بليارضة على وزن رطل في سابت اللي هو برضو طول الشلة تمام كده؟ طيب انا في الحالة دي بقى لما اقوله يساوي بتاعتي ونكتب في المسافة الصغيرة دي الارقام بتاعتنا هنقول الطول باليارضة هو هنا مديني ايه ستلاف يارضة ولا حاجة تانية غير اليارضة لازم اتأكد هنا مديني ايه مديني باليارضة يبقى الكلام مباشر يبقى حط ستلاف الوزن هنا عايزه بالراطل الوزن هنا هو كمان بالراطل فبالتالي هحط العشرة والعشرة في الحالة دي موجودة ومباشرة السابت بتاعي اطلع على الخامة ادور عليها تطلع قطني بقى سابت القطني كام الناس بتقول تمنمية واربعين كده المسألة تتحل هكتب يساوي ومع اليساوي بتاعتي هكتب اسم الخامة بتاعتي بعد ما اعمل حسابات طبعا ضرب القلة السهلة اقول ستلاف على العشرة في التمنمية واربعين اللي موجودة تحت الكسر وببدأ ان احسابي الحزبة بتاعتي بشكل مباشر كده احنا فهمنا يعني ايه ان انا احاول نمرة واشتغل بيها بالشكل ده طيب تعالى بقى لما نحط نفس المسألة دي ونحط نفس المسال وكمان نغير في الوحدات بتاعت الطول والوزن عشان نبدأ انه نتكلم في ايه نبدأ نتكلم في التحولات انا امتى بستعمل التحولات بستعملها في التوقيت ده بقى اول ما يبدأ يحطلي او يغيرلي في الوحدات بتاعت الطول والوزن في النهاية انا المفروض ان انا الشغل بتاعي على النمرة الاساسية اللي هي ايه كت قطن او كتان او رسد اولين حسب ما انا شرغال في الترقين بتاعي تعالى بقى نبدأ نلعب مع التحولات وهديك طريقة تحول بيها كل التحولات بتاعتك هنا بيقول لي بس نشوف المسال الاول كده بيقول لي ايه خيط قطن خيط قطن هنا هو حدد للخيط طبعا انا قدر اغير الخيط انا مش مرتبط بنوع الخيط في الحتة دي بس خلينا نقول الخيط قطن وهنقول اه طوله كام بقى طوله تلات تلاف متر ويزن الواحدة برضو بتاعت الوزن نغيرها هنقول اه خمسة او خمسين جرام طبعا احنا بنحط ارقام مش مطابقة اصلا للطبيعة بس احنا بنقول احنا بنحاول نحنا نقرب شوية من شكل المسألة مش اكتر فبالتالي هنا لما اجي احسب التلات تلاف متر اللي وزنهم خمسين جرام تعالى بقى نشوف هنا القانون بتاعي بيقول ايه لو خدنا كده خط وقلنا النمرة بتساوي مش احنا قلنا هي عبارة عن طول يرضى على وزن راطل في سابت تعالى نحقق الكلام ده واتفي القانون بتاعي اللي قدامي ده او في المسألة اللي معايا هنقول التلات تلاف موجودة هي طول بس هنا الطول بالايه هنا طول يرضى وهنا الطول ايه هنا الطول متر هو هينفع متر يتحط مكان اليرضى لا طبعا ما ينفعش طبعا عشان يتحط لازم استخدم تحويلها طب في الحالة دي التلات تلاف حطتها فاكرين الحلقة اللي فاتت قلنا ايه قلنا المتر اول حرف في ايه ميم وكنا بغدين تحويلها من متر اللي يرضى من يرضى المتر من متر اللي يرضى في خمسة تلاتين على اتنين وتلاتين ومن يرضى المتر في اتنين وتلاتين على خمسة تلاتين هنا الرقم هنا مكتوب جنبه ايه متر والمتر ده اول حرف في ايه ميم ميم دي فوق يعني خمسة وتلاتين على كام على اتنين وتلاتين في الحالة دي التلات تلاف دول هتتضرب في كام في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين تمام كده كده احنا حطينا تحولة الطول والرقم كده بقى مناسب كده لما اجي اضرب على الالة هيديني طول بالايه باليرضة طب تعالى بقى هنا الوزن الوزن هنا كام خمسين جرام طب وانا هينفع احط خمسين جرام مكان الرطل ما ينفعش لازم الخمسين جرام دي كمان هي كمان تتحول وتوصل للرطل مسألة فيها تحولتين عشان نشوف كم الارقام الممكن يكتب على قانون انت في الاصل واخده بسيط فهنا بيقول لي ايه خمسين جرام عشان احول من جرام لرطل بيقولنا ايه ان الرطل بيساوي ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة جرام طب من جرام لرطل بقى العكس هتكون في واحد على ربعمية تلاتة وخمسين الث�� تمام كده؟ طيب انا بقى عشان اصبت الكلام بتاعي ده لازم ان هنا ربعمية تلاتة وخمسين ستة من عشرة تتحط في القانون ده طب انا هحطها تحت الخمسين احنا اخدين حاجة في الرياضة وقلنا مقام المقام بيطلع فين؟ بيطلع بسط يبقى الخمسين مفروض تتقسم على ربعمية تلاتة وخمسين ستة من عشرة هنقول مقام المقام بسط هتطلع فوق ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة في ناس بتكتبها اربعة تلاف خمسمة ستة وتلاتين على عشرة برضو صح رياضيا صح طبعا هبندرس رياضة ففاهمين الموضوع ده طبعا هنا دي خمسة تمام كده هنا الارقام خلصت الموجودة في المسألة لا لسه في رقم مهم جدا وهو على اساسه هتطلع لي النمراء السليمة والرقم ده هو السابت انا بأتملهوش في المسألة بأخدوش بشكل مباشر انا بأخدوش بشكل غير مباشر عن طريق الخامة فلو كانت المسألة تنفع كل الخامات بس شلي كلمة قط وحط لي ورستد يبقى السابت بتاعك كام خمسمائة وستين شلي كلمة قطن وحط لي ويلن يبقى السابت بتاعك ميتين ستة وخمسين شلي قطن وحطك التان يبقى السابت ايه يبقى السابت تلتة ومية في المسألة بتاعتنا السابت بتاعي هيكون كام تمنمية واربعين السبب ان هنا كاتب لي في المسألة ان الخيط نوعه قطن تعالوا كده نكمل اخر رقم نحطه فيه المسألة بتاعتنا عشان كده نكون خلصنا وضع الارقام في المسألة كده المسألة شكل وضع الارقام داخل القانون بقت سليمة بقي معايا الضرب على الالحزبة هنتعلم ضرب الالحزبة لكن مش دلوقتي لكن خلينا بس نعرف شكل الوضع الارقام داخل القانون يعني هنا اديتك شكل بس قلتلك انا مش عندي مسألة وحيدة بخدها مش هي النمرة بس انا عندي تلات مسائل وهنتكلم عن قانونهم واحنا برضو خدنا القانون بتاعهم المرة اللي فاتت التلات مسائل بتوعي دول ايه احتمال تجي لي مسألة نمرة احتمال تجي لي مسألة وزن احتمال تجي لي مسألة طول هتعامل مع التلاتة دول ازاي هتعامل معهم بالتعويض طب هطلعهم ازاي من القانون الاصلي اللي هو اخر حاجة احنا وقفنا عندها اللي بيقول لي الطول بالياردة على الوزن في السابت هعملها في نظام او الجزء اللي هتعلمناه في الرياضة اللي هو طرفين في وسطين هعمل طرفين في وسطين واتطلع بقية القوانين النقصة عن دي ايه يا قانون الطول؟ والي هي قانون ايه؟ قانون الوزن انا باخد قانون النمرة انا كده حفصتك كام قانون واحد بس هتستمبت منه بقية القوانين اللي هي ايه؟ الوزن والطول انا بيتعامل بيوم اكتر كمان في الشغل بتاعي لان paar تمد عليهم اكتر كان في سنة تالتة اني عندي اوزان واطول بتدرس في سنة تالتة فبالتالي لازم تبقى فاهم الحاجات دي بتيجي ازاي اه هيزدع المسايا الحاجات بسيطة بس برضو الحاجات البسيطة مش هتغير شكل القانون اللي انا علمت ولك في سنة اولى فبالتالي وانت في اولى لو تعلمت القانون ده صح وده من بأكد على ولادنا في الجزئية دي هتقدر تحل اي مسألة في الدنيا هتقدر تعمل النمر معادلة هتقدر تعمل تحولات ما بين النمر وبعضها طبعا ده نظام النمر المعادلة هتقدر تفهم او تفك الارقام وتحولها تحلها على نظام ترقيم تاني دي برضو طريقة يعني انت حتى ما نيجي نوصل لدرس النمر المعادلة هتلاقي نفسك منتج محتاج تشتغل نمر معادلة انت محتاج تفك النمر يعني ايه تفك النمر وبرضو هنجربها معاك وبرضو دلوقتي حالا لما يجي يقول لك نمر التلاتين قطن يعني ايه نمر التلاتين قطن يعني ايه نمر التلاتين كتان والفرق ما بينهم تعال كده نشوف الفرق ما بينهم عشان نقدر نفهم شكل المسائل حتى بيجي ازاي انا عندي هنا مثلا بيقول لي تلاتين قطن يعني ايه تلاتين قطن يعني تلاتين شلة طول كل منها القطن السابي بتاعه كام تمنمية واربعين ايه يارضا ويزنوا جميعا واحد رطل مش ده ترقيم طول سابت اه وزن سابت معلش فالوزن السابت لازم يكون عندي الوزن ايه واحد رطل حط الارقام اللي انت عاوزها لكن هتقدر تغير معاك طب لو كانت تلاتين قطن دي مش موجودة وحطينا مكانها تلاتين كتان تلاتين كتان لما اجي اعرف النمرة في الحالة دي او افكها هاول ايه تلاتين شلة طول كل منها انا بتكلم في كتان اخفي دي هنحط كام هنحط تلتمية لو كانت كتان هنحط خمسمية وستين لو كانت ورستد هنحط متين ستة وخمسين لو كانت ويلن يبقى انت تعريف واحد تقدر تحلي بيه كل حاجة اهو او تقدر تفكه يبقى هنا لو كان الخط هنا قطن هنقول تلاتين شلة طول كل منها تلتمية واربعين يرضى ويزنوا جميعا واحد رطل لو كانت كتان تلاتين شلة طول كل منها تلتمية يرضى ويزنوا جميعا واحد رطل لو كانت ورستد تلاتين شلة طول كل منها خمسمية وستين يرضى ويزنوا جميعا واحد رطل لو كانت ولن 30 شلة طول كل منها 256 يارضا ويزنوا جميعا واحد رتل طب لو كانت فبران فاكريني عن الفبران كان نظامه ايه لو كانت فبران فالفبران بيتغزل على نفس طريقة القطن 30 شلة طول كل منها ده فبران 840 يارضا ويزنوا جميعا واحد رتل طب لو حرير طبيعي مغزول 30 شلة طول كل منها 840 يارضا برضو ويزنوا جميعا واحد رتل يبقى احنا كده قدرنا نفك الارقام. مدون انت انا قدرت افك الارقام يبقى هافهم وهقدر اضرب وهقدر اجيب مسائل وعمل اتخيل كمان الشكل بتاعي اثناء عملية الايه حال المسائل. طب وهي التخنات اللي انا بحسبها. مبنية على الجزء ده ازاي. طب وانا افهم ان الفاتلة تخينها ولا رفاية عامل رقامها ازاي. وقارنهم ببعض ازاي. لما يجي قولي 24 هي الادخن ولا 60 هي الادخن. مين الادخن? لو احنا فهمنا من الاول كده قلنا ايه? انا عندي الوزن بتاعي ثابت واحد رطل. لو انا جيت حطيت في 10 شلل فهيقولي ان دي نميلة 10 صح كده? طب 10 شلل دول الفاتلة اللي فيها اللي هي تخانة معينة. طب لما انا عايز ازود عدد الشلل بقى. انا عايز ازود عدد الشلل في الوزن اللي بالرطل ده. هجيب كل شلة منهم بالتخنة بتاعتها وقسمها على اتنين. يعني كنتي جبت الفاتلة كده مسكتها. وجيت رحت اقسمها بالنص اللي موجودة في شلة واحدة. انا عايز اخلي الشلة كم شلة? شلتين. تخيل عشان تقدر تفهم هو انهل ارفع في النهاية. انا هجيب كل الشلل العشرة اللي موجودين عندي وزنهم رطل. وهجيب سلاح واقسم كل فاتلة فيهم بالنص. ده تخيل. خلاص كده? لما قسمتهم بالنص اللي حصل للفاتلة اللي معايا من عشرة لعشرين. يبقى يوم ارفع. نمرت عشرة? ولا نمرت عشرين? اوتوماتيك خلاص بقت معروفة هي نمرت عشرين الارفع. لان هي في الصمك نص صمك نمرت عشرة. انا كده فهمت وعرفت يعني فيهم الارفع. في الحالة دي بقى مدومت ان فهمتك الجزئية دي. تعالي بقى نتكلم عن الطبيعة. كسم الغزل بعتلي كنتين. او شلتين وشلة نمرت 24 وشلة نمرت 40. ايهمه ارفعه? اللي نمرت 24 ولا نمرت 40? 40 يعنى 40 شلة يزموا واحد رتل و24 24 شلة يزموا واحد رتل برضا. انهو الارفع الارفع اللي عدد شللو اكتر الارفع اللي عدد شللو في الرطل اكتر في الحالة دي نمرت اربعين هي الارفع النمرت اربعة عشرين ادخن طب نمرت خمستاشر ارفع من اربعة عشرين ولا ادخن كل ما نزلت بالرقم بتاعك في النمر اللي بيحصل ان التخانة ايه التخانة بتزيد تمام كده فهمنا الجزئية دي ده طبعا ما هيساعدنا اكتر كمان وحنا بنحل المسائل بتاعتنا عشان قدرنا نتخيل تخانة الفتلة في الاصل كان عامل ازاي طب زي ما قلنا هي الارقام اللي احنا بنستنتجها او اللي احنا بتطلع كنواتج لحل مسائلنا دي ارقام هنستخدمها فيما بعد اضافة بعض الخطوات لها عشان اقدر احدد الكميات المطلوبة عندي عشان انتج قماشة معينة هتدخل بعد كده في المواصفات والمؤيسات ده كلام ده برضو سابق لوقته لكن الكلام ده لو فيه منصح هيساعدنا احنا نوصل للمرحلة دي عشان كده بناخده واحدة واحدة تعال بقى نتكلم عن القانون ونقول ان برضو القانون بتاعي مش صعب ده القانون بتاعي برضو ايه بيعتمد على القانون الواحد يعني ايه القانون الواحد يعني انا لو عرفت قانون واحد هقدر اجيب منه بقية القوانين وفي نفس الوقت لو تعلمت قانون واحد هحل بيه ست ترقيم مع اختلاف طول السابت كل هشيله بس هشيل الرقم السابت اللي عندي وحط رقم تاني بقية الخام اختلفت فبالتالي انا اقدر اقديك دلوقتي النمرة المعادلة من غير ما انت تبقى واخد بالك ان انت بتاخدها انت بس تغير السابت خلاص انت شغال على نمرة تانية خالص بالتالي تعال بقى نكتب القانون بتاعي الاساسي اللي احنا نجيب منه القانونين الرقم اه اتنين وتلاتة اللي هو القانون النمرة الاساسي واللي هنجيب منه الوزن والطول تعال كده نكتب ونبدأ نشوف القانون بتاعنا اه اه اساسه ايه هنا هنقول النمرة النمرة بتساوي النمرة هنا بتساوي طول بلياردة خد بالك انا هنا لازم يكون بلياردة على الوزن رطل في السابت قولنا السابت متغير حسب نوع الخامة هنا هنعمل موضوع الطرفين فاصلتين عشان نتعلمه ونركز فيه ان هو برضو زي ما قلنا رياضة انا عايز احسب الوزن وزن رطل هتساوي كل انت هتعمله الاتنين دول اللي عندهم المشكلة الخط ده اللي معه المشكلة الخط ده الجزء ده اختفى منه خرج برة بدل معاه فبالتالي اذا ده خرج برة ده هيدخل مكانه في الحالة دي هيبقى برضو قانون وزن الرطل هتساوي طول يرضى على النمرة في السابت تمام كده طيب بقى ايه لقانون الطول الطول يرضى بتساوي تعالى بقى هنا بنقول ان ده اللي مخفي في الوقت ده هنا ده ما بقاش موجود ده انا عايزه هعاوزه هتلعه ازاي ده هيبدل مكان الواحد والواحد هيدخل مكانه بس هنا في الحالة دي اللي عنده المجهول لازم ينزل تحت تمام كده في الحالة دي احنا بقى هننسى ان فيه آآ الرقم ده خالص وناخد المجموعة المعلومة كلها في خط واحد ونقول الطول باليارضى هو عبارة عن نمرة في وزن رطل في سابت طيب الوزن عندي دايما بالرطل حتى لا انا كتبتش الوحدة بتاعت الوزن دايما انا بشتغل بالرطل حاجة غير الرطل لازم احول على طول للايه للرطل طيب التحولات بقى انا مشكلتي هنا في التلات مسائل دول تحولات الاوزان وتحولات الاطوال طيب لو انا قدرت افهم تحولات الاوزان وتحولات الاطوال هقدر احل اي مسألة باي تحويلة موجودة فيها بمعنى بمعنى بيجي يقول لي ايه انا عندي خيط طوله آآ بليارض خلاص ده مفوش مشكلة طب طوله بالمتر اضرب 35 على 32 طب طوله بالادم اقسم على 3 وهكذا طب طوله بالكيلومتر كيلومتر اكبر فبالتالي هحاول من كيلومتر للمتر بضرب في 1000 ومن متر اليارضة بضرب 35 على 32 وهكذا دي التحولات اللي اقدر اشوفها في تحولات الايه الاطوال ممكن يكون الطول بالبوسط طول بالصنط ايا كان الطول اللي عندي لازم احوله بالشكل المطلوب او بالشكل صحيح عشان تبع مسألتي سليمة لو في غلطة في التحويلة كل المسألة بالكامل هتكون غلطة طب الاوزان الاوزان تحولاتها بسيطة ما بنكترش في الارقام اللي موجودة فيها انا عندي بيجي لي اما بالجرام يا بالكيلو جرام يا بالاوكية يا بالجرين اربع ارقام لو انا بحول لجرام يبقى من رطل لجرام 453.6 من رطل لجرين 7000 من رطل لققية 16 من رطل للكيلو جرام بقسم على 2 على 255 ليه بقى؟ لان الكيلو جرام اصلا هو عبارة عن 2 وتقريبا ربع كيلو ربع رطل ربع رطل تمام؟ يبقى هنا الكيلو هو عبارة عن 2 رطل وجزء من من الرطل التالت فبالتالي يبقى انا عارف ان هو عبارة عن 200 وخمسة دي الارقام اللي احنا مفروض ببقى فاهمها طب احطها في المسائل ازاي بقى؟ لما اجي حول انا عندي في مسألة الطول ومسألة الوزن ومسألة النمر هناخد 3 اشكال والتلات اشكال دول هنشوف اوضاع التحولات فيها بالنسبة للوزن بالنسبة للطول السابت ما عنديش فيه مشكلة السابت مكانه موجود وطبعا هتعتبر ان احنا بنعمله ده دلوقتي هو تفسير للقانون بالكامل هتحل بيه جميع المسائل اللي ممكن تخطر على بالك في الجزئية دي فبالنسبة ليه افهم ازاي احط الارقام عندي اكتر كتير جدا من طريقة حل المسألة نفسها لان انت لو فهمت تحط ارقامك ازاي هتقدر تحل تعالوا نشوف مع مسألة النمرة بحط التحولات ازاي سواء ان كان للطول او ان كانت ليه الوزن هنا هنقول مثلا مسألة النمرة هنا هنقول النمرة بتساوي تمام كده ادي شرطة الكسر بتاعت احنا قلنا هو عبارة عن طول على وزن في سابت انا محددتش الطول ايه ولا لوزن ايه عشان نقدر نحنا نتعامل معاه طب هنا الطول بتاعي اللي موجود هنا حطناه بالمتر هنحط هنا تاني بشكل تاني وهنقول الموضوع ايه هنا الطول بالمتر لو بالمتر هضرب في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين تمام كده لو بالادم هقسم الطول على تلاتة لو بالادم هقسم الطول بتاعي على تلاتة لو ب اي نوع تاني مثلا لو بالكيلومتر هضرب الطول ده في الف في خمسة تلاتين على تنين وتلاتين خمسة تلاتين على تنين وتلاتين ده اساسي طيب لو عندي الطول في مسألة تانية بطبعا الموضوع هيختلف وهنتكلم فيها بس خلينا خلينا على الوضع ده في مسألة النمرة عشان ايه ما نزبقشي لكن انا عندي تبديلة تانية في باقية المسائل هنا بالنسبة للطول خمسة تاريتين على اتنين وتاريتين طب تعالى بقى على الوزن الوزن عندي مشكلة لو كان بالجرام لو كان بالجرام دي تحولة الجرام ربعمية تلاتة وخمسين وستة امنا عشرة طب يا مستر ما انت قلت اصلا الوزن موجود هنا مفروض ان اقسم على ربعمية تلاتة وخمسة امنا عشرة هقولك لا دايما مقام المقام ايه وزن في الحالة دي هقول حاجة واحدة بس جميع تحولات الوزن مش ربعمية تلاتة وخمسين وستة امنا عشرة بس هنعلم كده عليها علامة ونقول لان هي ديتها العلامة المشهورة عندنا هنقول جميع تحويلات الوزن مقام بسط معلش جميع تحويلات الوزن عندي موجودة فين في البسط ما عدا كيلو جرام مقام الكيلو جرام اللي هي اتنين علامة متين وخمسة يبقى في الحالة دي كلهم بسط معادة الاتنين متين وخمسة هي ايه هي اللي ايه نزلة في المقام يبقى في الحالة دي لو كان عندي بجرين هحط ستاشر هنا لو كان عندي بالقوية اه معلش لو كان عندي بالقوية هحط ستاشر هنا لو كان عندي بجرين هحط سبعة تلاف هنا لو كان عندي بالجرام هحط 456.18 هنا في البسط طب لو كان عندي الوزن بالكيلو جرام هتطر أضرب في 2 علامة 205 تحت وده موجودة بس كتحويلة للكيلو جرام فهمنا كده؟ يبقى ده وضع المسائل أو وضع الأرقام عندي في مسألة ايه؟ في مسألة النمرة تعالوا نشوف نفس الكلام ده بس على مسألة ايه؟ على مسألة الوزن هنقول هنا الوزن بيساوي طول باليارضة أعلى نمرة في سابت احنا قلنا الطول مش يكون باليارضة مثلا خلينا باليارضة بس أنا هنا لما جيت أطلب خارج المسألة أنا مش عايزه بالرطل عشان كده سبت دي وزن بس يعني نبعد عن تحوالات الطول وخلينا في الوزن تحوالات الطول هنا في مسألة النمرة ومسألة الوزن هي هي 35 فوق على 32 تحت لكن تعالوا هنا بقى أنا عايز الوزن اللي يخرج هنا يخرج بالجرام يخرج بالققية يخرج بالجريم يخرج بالكيلو جرام أعمل إيه؟ هنا هحط تحويله في المسألة المسألة دي طبيعي مفروض الخارج بتاعها هيخرج بإيه؟ هيخرج بالرطل طبيعية الشكل ده كده يقول إن المسألة دي طلعة إيه؟ بالرطل طيب أنا عايزها بالجرام أنا عايز المسألة دي تطلع بالجرام هضرب كل المسألة في 453.16 كده ناتج المسألة هقدر أقول يساوي وأقدر أحط جنب الرقم الناتج اللي طالع جرام تمام كده؟ طيب لو أنا عايز المسألة دي تطلع بالققية هتحط مكان ال 456.18 دي 16 عشان ناتج المسألة هنا يطلع ققية هتحط 7000 عشان ناتج المسألة يطلع بالجرام طيب ما اللي أنا عايزها بالكيلو جرام هتضطر تحط 2 علامة 205 تحت عشان ناتج المسألة يطلع بالكيلو جرام يبقى هنا دي ممكن تتحل بكم طريقة ادي طريقة ودي اتنين ودي تلاتة ودي اربعة لو طلب منك الوزن بالجرام هيبقى شكل المسألة بتاعتي كده بالشكل ده كده هتبقى طول في 16 على نمرة في سابت كده هتطلعها لي ايه؟ ققية طيب اختها بالزبط هنقول طول في سبع تلاف على نمرة في سابت يبقى دي هتطلع ايه؟ هتطلع بالجرام يبقى هي بس الشكل المسألة هيتغير تشيل الارقام دي بس كده هتطلعها عندك ادي واحد اتنين تلاتة اربع مسائل عندك تقدر ان انت تشتغل بهم كده احنا فهمنا وعرفنا ازاي ان انا اثبت القانون بتاعي واقدر العب به عشان اقدر ابقى مش حافز كتير يعني مش كل ما انا هدخل الفصلة لقى قانون هحس ان السنة بقت طويلة والارقام بقت كتيرة والموضوع بقى كبير هو الموضوع مش كبير خالص الموضوع بسيط لو قدرتي تفهم وتعرف يعني ايه قانون طبعا هلنهاردة تكلمنا عن الاشكال القوانين وطرق الحساب بتاعتها ان شاء الله هنبدأ نفك القانون دي من بعضها ونبدأ نشتغل على ترقيم ترقيم من الترقيم اللي عندنا او مجموعة ترقيم بلعيتنا عشان نقدر نفهم الفرق ما بينهم قبل ما نتنقل ان شاء الله بعد كده على ترقيم الطول السابت وهي هتكون ان شاء الله برضو لما نفهم القانون بتاعها بتعمل ازاي هتكون اسهل كتير جدا في التعامل معاها فبالتالي كل ما هناخد درس جديد هتلاقي ان اللي بدي اخد خطوة زيادة هتلاقي ان الكم معاك بيزيد بس انا مش هنحاول نخلي الارقام عندك او القوانين كتير عايزك تحفظ حاجتين بس والحاجتين هتقدر تحل بهم كل حاجة هتجيلك وانت شغال اهم حاجة طبعا نفهم يعني ايه تخانات خيوط عشان ده طبعا هيهمنا وهيساعدنا كتير جدا لما نكون شغالين في سوق العمل وده طبعا هدفنا احنا بناهل نفسنا لسوق العمل بناءنا عليه بنقدر نتعامل بشكل كويس ونفهم المهارات اللي احنا ناخدها في المدرسة طبعا الوقت تخلص معاكم بسرعة احنا طبعا زي ما قلنا موجودين على قناة اليوتيوب الخاصة بقناة مصر للتعليم الفني قطاع التعليم الفني وبرضو على صفحتنا على الفيسبوك والجروب الخاص بينا ابعتونا هتلاقي الاساتزة بتاعتنا موجودين وهيرد عليكم وهتكون حاجة جميلة جدا ان احنا نقدر نساعدكم عشان نقدر نفهم ونعرف كل المهارات والمعارف الخاصة بينا في تخصصاتنا الفنية بالكامل مش تخص النسيج بس في انتظاركم وان شاء الله في الحالة الجاية شوفكم على خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة